ازاي اكو عاملين ايه انا اسمي يوسف زوهدي طالب في كلية طب اسكندرية وكنت فيم لعب فاينليست كونت تديك سبيكر وعامل سوشيال ميديا بلاتفور اسمه الطب سهل الغلط من الطب السهل ان انا احاول اشرح المعلومات الطبية باسهل طريقة ممكنة عشان الناس تفهمها وحاول اصلح الماديكال ميسكنسابشن او المعتقدات الطبية الغلط اللي احنا كلنا عارفينها ونعملها كل يوم في حياتنا ونحن مش عارفين وبدأين نتشرف لي ان انا اكون معاكم النهاردة وانعرف اللي استعادتها حاجات وشاغل كتير جدا فنحاول ان تبقى مفيدة وان شاء الله تبقى مفيدة ونستفيد كلنا من الكلام اللي هنقوله النهاردة من اشهر الحاجات اللي بتحصل المشاكل في الأسعافات الأولية اللي احنا بنعملها وكلنا عارفينها وفاكرين انها صح لكن ساعات كتير قوي بيبقى ليها مشاكل كتير فاهم اللي هنتكلم عن اليوم النهاردة لميت اشهر عشرة فلس ايد مسكنسابشنز كلنا بنشوفهم في حياتنا كل يوم بشورة عادية جدا وساعات كتير الحاجات اللي هنعرفين بقى هدي التصارفات الغلطة فاول حاجة مثلا النوز بليد او ان حد منخيره تبدأ تنزل دم هل الصح ان هو يميل راسه الورى ولا ان هو يميل راسه القدام ولا ان هو يميل راسه للجنب ولا ان هو مش مفروض اصلا يميل راسه في اي اتجاه في راسة الواحد اتجاه حسنا ففي حالة النوز بليد الحال الصح ان هو يميل راسه القدام لان الفكرة ان هو الدم بدأ نازل من هنا كده لان دي اكتر حتة بتنزل فيها شعر ضوائع في المناخير بتبع ضعيفة او الفايدة اللي بتنزل الدم انت لما بتميل راسه الورى كل ما انت بتعمله انت مشايف دم بينزل لان الدم بدأ يرجع الورى والمشكلة الدم عندما يرجع الورى ساعات ممكن يخش جوه القصبة الهوائية ويعمل مشاكل في التنفس وساعات كمان ممكن يقدي ان هو يعمل التهاب في الرئة لكن الصح ان انت لما بتخليه يميل راسه القدام انت كل بتعمله ان الدم اللي بدأ يطلع هنا بدل ما يتجمع جوه او يرجع الورى انت بيطلعه الورى وحاجة كمان ان ساعات الناس تحاول تدخل صباحة او تدخل منديل او تدخل اي حاجة بحش ان هي توقف الدم اللي بينزل ده دي ضعيفة جدا فالما تبهي هي اصلا بتنزل دم اللي حاولت تدخل اي حاجة عشان توقفها انت بتعورها اكتر فهتبدأ تنزل دم اكتر تاني حاجة وحاجة اغلبنا اتليست حصلت له مرة في حياته ان تتحرق فهل في حالة ان حد تتحرق هل مفروض يحط مية ساعة على ايده ولا يحط التلج ولا يحط مية من الحنفية ولا مش مفروض اصلا ان يحط عليها مية ومفروض تتحرك او نشفة هناك مية حنفية تلج مية ساعة تلج في حالة ان حد فعلا اتحرق الصح انه هو احنا نحط مية من الحنفية ولا مية ساعة ولا مية متلجة ولا حتى تلج بس اش معنى الفكرة ان انت الحرق ده عبارة عن هو شوية خلايا الجلد اللي على وجه بتبدأ تموت فانت الجسم بيحاول يعوض المشكلة دي بانه يبدأ يزود الدم اللي رايح للحيطة دي فالبعشان ان انت تحط مية ساعة او تلج الحاجات دي بتقلل الدم اللي رايح لمنطقة معينة في الجسم فانت لما تحط تلج على الحتة محروقة انت بتقلل الدم لرايح الحتة دي والدم محتاج يروح لها احسن عشان تبدأ ما تتقذاش اكتر او تبدأ تهيل او تلحم بالوقت فانت مية الحنفية في اغلب الاحيان تبقى كفية قوي ان هي تبرد الحتة دي مش محتاجين تلج خالص واخر حاجة ان مش مفروض نحط ولا معجون سنان ولا زبدة ولا اي حاجة من الحاجات دي خالص لان الحاجات دي مش بتفيت باي حاجة هي كل بتعمله ان هي ممكن فعلا تزود الانفكشن او الامراض اللي تيجي للتعويرة دي الحاجة اللي وراه هي تخيل انت شايف الطريق حدث وبعد كده واحد تخبط ووقع برا العربية بتاعته هل انت مفروض تشيل الشخص ده بتحطه برا الطريق ولا هل تساعده ان هو نفسه يقوم يمشي يتحرك ويقعد برا الطريق ولا مفروض ان احنا مجموعة مع بعض نشيله ونحاول نطلعه برا الطريق ولا مفروض ان احنا ما نحركوش ونسيبه في الشارع عادي حد قال مفروض ما نحركوش حد ان نحركو كمجموعة وفي ناس كتير جدا بتقول ان احنا مفروض ما نحركوش وده فعلا الجابة الصحة احنا مفروض في حالة ان حد تخبط ميتحركش تماما بس ليه بحاس العلمية كلها اثبتت ان الناس اللي بيجي لها اصابات في العمود الفقري او في او في الرقبة سبعين في المية من الاصابة بتبقى وهو بيتحرك مش من الخبطة نفسها يعني الخبطة نفسها بتخلي الحاجات قابلة ان هي تتحرك لكن مش بتتحرك بمكانها سبعين في المية لما بنيكي نشيل الشخص ده ونحركو تحصل اصابة ساعدة وعشان كده دائما هتلاوي بتوع الاسعاف لما بيحركوا الشخص ده بيحركوه على حاجة مسطحة تماما وبنفس الوقت بيثبته رقبته برقبة قبل ما يحركوه اصلا من مكانه عشان كده في حالة ان حد تخبط لو الشارع وقف والناس خلاص مش بتحرك ومفيش اي خطر عليهم العربيات هتش حاول يحركوا تماما حاجة كمان من الشي谁 اتعرضها ان لو انتقور وهكذا اتعور هال مفترض انه نحنا نغطي التعويره على طول با ستراوها WähLA مفترض انه نغطيها شوي وانن نغطيها شوي بحس انه تتهوي ولا مفترض انه نحنا نضع عليهم كريمesi وarntytablillash خالص وان بهماعد احنا نضع كريم ولا اي حاجة ولا نغطيها ناس بتقول في ناس بتقول ان نغطيها at all times مفروض ان احنا فعلا نغطيها في كل الوقت عشان ما تتلوش تماما في ناس بتقول ان انت وانت في البيت تهويها على اساس ان انت في البيت مفيش اي امراض معضية او اي حاجة منتشرة او زي في الشغرة لكن طبعا ما فيش اي حاجة بتقول ان انت مفروض تهويها اصلا هي كده هتلحم الوحدة حتى لو هي متغطية تماما فده اللي مفروض يتعمل كده نبقى خلصنا اهم عشرة مسكنسابشنز او فرست ايد مسكنسابشنز كلنا متعرض لها وساعات كتير ستأخذوا بالكو ان حاجات من الحاجات اللي احنا قلناها انها شفروا التعامل ستلاقي ناس بتعملها او دايما بيطلع حد يقول يا جماعة اعملوا كذا وده تقريبا موست لكل اللي كنا هنتكلم عليه النهاردة فلو حد عنده اي اسئلة احنا هنتجاوب عليها ان شاء الله مع بعض كان اشرف كبير جدا جدا ان انا ابقى معاكم النهاردة وان اتكلم معاكم اتكلم انها او اشانت في كبير جدا انا انا قادمة اذا حد عنده اي اسئلة من الليل التي سبعتها ان شاء الله اتكلم انكم اتواف انا جديد وساقف واستخدام ويستائي وابطالة لك اشترك شكرا